طبعاً لازم نهني ونبارك من جديد لكل جماهير النادي الأهلي بكل مكان على هذه الفرحة الكبيرة المستحقة والحقيقة يعني من زمان قوي يعني المعدلة ماشية بالشكل البسيط ده فريق عظيم وجمهوره عظيم فريق كبير وجمهوره كبير فريق بطل وجمهوره أبطال فريق قادر دائماً على إسعاد جماهيره وجماهيره قادرة دائماً على الوقوف كتفاً بكتف كل لاعب على حدة وللفريق بشكل عام الحقيقة طول عمر جماهير النادي الأهلي سر رئيسي وأساسي من أسرار نجاحه بل وتفوقه يعني على مر الزمان بالمناسبة عايز برضو عرف حضراتكم أن بعد مباراة السوبر أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي استمرار الشراكة مع الاتحاد المصري اللي كنت قدم واستضافة السوبر المصري المقبل في شكل جديد وهعرف حضراتكم خلال لحظات تفاصيل الشكل الجديد ده والكلام ده حيكون في شهر أكتوبر أو نوبمبر من العام الجاري طبعاً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي هتستمر الأحداث دي أو الفعاليات لمدة أسبوع وحدهم البطولة أربع فرق يتم اختيارهم على النحو التالي بطل الدولي المحلي بطل الكاس بطل كاس الربطة والفريق الرابع حيقوم الابتحاد المصري بدعوته قال السيد عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي في تصرحات تلفزيونية قال شراكتنا مع الأشقاء في مصر مستمرة ونحن حريصون على استمرارها في السنوات المقبلة لما يتحقق من نجاحات كبيرة لقد تم تقديم مقترح بتغيير شكل البطولة ومشاركة أربعة أندية لا سيما وأن هذا الحدث حدث كبير ويجب أن يكون متجدداً بشكل مستمر من أجل استمرارية النجاح وأضاف فؤال المجلس تواصل مع الشركاء هنا في الإمارات والذين أكدوا دعمهم للفكرة على أن تكون البطولة بمثابة أسبوع مصري في أبو ظبي لا مجرد مباراة واحدة خاصة وأن النسخ الستة الماضية حققت نجاحات يعني منقطعة النظير والحقيقة كلمة منقطعة النظير لم يفهاش أي شبهة مبالغة بأي حال من الأحوال اللي من حضراتكم تابعهم أكيد عارف كويس جداً أو عارف كويس جداً كل تفاصيل النجاح وكالعادة طبعاً الحقيقة يعني أشقاءنا في دولة الإمارات لا يدخلوا أي جهد في أي حدث هم طرف رئيسي فيه وطبعاً بما يتماشى برضو كالعادة مع المحبة القديمة والأزلية والأبدية إن شاء الله بين مصر وبين الإمارات